بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة احنا ما زلنا بنتابع في الايام الان في كل لحظة الحقيقة بنتابع الاحداث الاخيرة للزلزال في تركيا وفي سوريا واللي الرب بيعمله في الوسط والمقاسي اللي شفناها والقصص اللي بنشوفها للناس ايضا يعني ده بيدينا مسئولية ان احنا نقف ونصلي ونشجع الناس وكل واحد فينا اللي بيسمع النهاردة وعنده حاجة يعملها يقوم يعملها سمعنا حاجات كتيرة جدا الاسبوع الماضي ده بالتحديد عن ناس يمكن اتبرعوا بالملايين لانقاذ الناس اللي لسه مازالوا تحت الانقاذ او لإعادة بناء الدول دي سمعنا معجزات لحد النهاردة قبل ما ادخل البرنامج لسه مطلعين طفل عنده 12 سنة الاطراق بيقولوا عليهم المعجزات ودي فعلا معجزات الهية وتدخلات من ربنا اللي الناس بتتهموا انه هو اللي سبب الزلزال وهو اللي عمل الزلزال فتكروا انه مش الله هو مسبب الشر للناس ولكن دي الطبيعة ولكن الله بتظهر تدخلاته في المواقف اللي احنا فيها دي في الحلقة اللي فاتت احنا صلينا بالتحديد ان ربنا يورينا معجزاته في إنقاذ الناس كان خرج واحد من المسؤولين في سوريا بعد تالت يوم وقال انه هم وقفوا فرق الانقاذ وبقى دلوقتي يعني بيشيلوا بس الهدم وبينظفوا لانه ما كانوش متوقعين انه يكون فيه ناس أحياء لحد النهاردة ربنا بيطلع ناس أحياء ومعجزاته هتكمل لانه الله يريد انه الجميع يخلصون يريد للكل حياة ويريد أيضا ان احنا نراه في الموقف مش نتهمه انه هو السبب كما يعني المعلوم عن إله الإسلام خلينا نصلي النهاردة من أجل سوريا بالتحديد لانه المعونات اللي ما بتوصلش أو القليل منها اللي بيوصل انقاذ الناس اللي وقف المعونات للناس اللي مازالوا في الشوارع بلا مساعدة من الدولة يعني حجمها كبير كده أما تركيا ففي الشغل موجود ودول كثيرة بتساعد على الأرض مازالوا ويعني فيها عمل أكبر فالنهاردة عايزة أركز في الصلاة على سوريا وعايزاكم تسألوا الرب من أجل معجزات في حياة الناس دي رب احنا بنرفع أمامك سوريا وشعبها احنا متقلمين لقلم الناس ده دول يا رب وانت اللي تشعر بيهم واللي بتقف معاهم في الوسط اليوم أقرب مننا جميعا بصلي انه يكون في أطفال ويكون في ناس لسه بينقزوا اليوم لانك انت وحدك تستطيع يا رب من أجل كل شخص مكسور وعائلة فقدت أفرادها وأشخاص اللقوا نفسهم وحدهم في الدنيا بيسألك يا رب انك انت تتقابل معهم وتكون انت المعين وانت الشافي في الوقت ده نشكرك من أجل اللي بيحصل على في تركيا ومن أجل الناس اللي بينقزوا كل يوم نسألك يا رب انك تكمل هذه المعجزات تكون شهادة لإسمك والمجدك وتعطي حياة لكاثرين النهاردة 39 ألف قتلة عدد رهيب صلوا انه الله يكمل العمل وانه يرسل أكتر ناس فرق انقاذ وانه التركيز بقى ما يبقاش على نظريات المؤامرة وامريكا هي اللي عملت الزلزال والكلام يعني المخجل انه ناس في العصر ده تقوله وانه اسرائيل مش عارف ايه يعني الكلام ده كله بدل ما نركز على نظريات المؤامرة والفيديوهات العمالية تطلع المضحكة جدا دي وبدحك الناس علينا نركز على اننا نرسل احنا بقى فرق الإنقاذ من ضمن فرق الإنقاذ اللي كانت في تركيا الناس اللي انتو بتنتقدوهم اسرائيل بعت فرقة اكتر من ربعمية شخص على الارض ايمين بعمل رائع جدا معظم الناس اللي راحوا بعتين خمسين ستين مية وهكذا فوق الربعمية وانا مش عارفة هل دول افراد ولا ربعمية فرقة إنقاذ إلى جانب المعونات خلينا نفكر بصورة إنسانية ايضا حابة اتوقف عند يعني فيديو ظهر في الايام الاولى للانقاذ لوحدة ست بيطلوها من تحت الانقاذ فرفضت انها تطلع من غير ما تحط يجيبوا لها حاجة تغطي بها شعرها يعني لازم ده يخليك تتساءل ماذا فعل الاسلام في قلب المرأة وفي فكر المرأة اللي النهاردة بيقول لها أنت وانت يعني مجروحة ومكسرة عايزة تغطي شعرك علشان خاطر هذا الاله هيعقبك على ده المرأة المسلمة عارفة إنها دي نقرة ودي نقرة أخرى هتتحاسب هتتحاسب مفيش فايدة لكن ده مش قلب الله ليكي والله لا يراكي عورة لكن الاسلام يراكي عورة حقف عند دي لأنه النهاردة الحياة موضوعنا متصل تماما بإلي عملوا الإسلام في المرأة واللي الناتج بتاعه يعني بنشوفه في أفكار وقلوب وحياة الرجال المسلمين اليوم بصلي إن الله يشفي الاتنين النهاردة عنوان حلقتنا هو صحابيات الأمس ونساء اليوم قبل ما أتكلم على الموضوع خلينا ندخل أولا في خبر الأسبوع خبر الأسبوع النهاردة إحنا بنقف احتراما ولذكرى شهداء الكنيسة التساعتاشر اللي كانوا في ليبيا الحقيقة إنه نشوف الصورة اللي جاية شهداء الكنيسة يعني في الوقت اللي حصلت الحدثة دي كانت حدثة مريعة جدا لكن العالم كله توقف عند شجاعة أو سلام الناس دي إزاي كانوا عايشين في سلام تام هم عارفين إلا هيصل لهم كانوا نظرين إلى القادم في الحياة على قد بساطة إيمانهم كان فيه عمق إيمان على قد الموقف المرعب كان حضور الله هو سبب السلام اللي هم فيه فالنهاردة بنتذكر هؤلاء وبنتذكر إنه يعني إحنا عارفين إنه في العالم سيكون لنا ضيق واتهدات وكده واللي بيتطهدوا من أجل اسم المسيح وبيحتملوا ده من أجل مجد المسيح بيكونوا شهادة لمجده مش شهادة لأنفسهم إحنا مش بنركز على أشخاص بعينهم ولكن بنركز على رب المجد اللي أعطاهم السلام في هذه اللحظات ودول مثل لشهداء الكنيسة عموما عشان كده أنا مش بقول دول شهداء الكنيسة الإبطية أنا بقول دول شهداء الكنيسة شهداء الكنيسة من أول يوم ظهر في الإيمان المسيحي وإلى النهاردة إلى اليوم يعني بنشوف إنه الاضطهاد بينتج مشاهد زي كده لكن الله يستخدمها لمجد اسمه وقفت عند السلايد اللي جاي ده للدكتور خالد منتصر يعني الحقيقة أنا بشكور أقول إنه كان من أول الناس اللي حطت وقفة أمام الموقف ده واحترمت ذكرى هؤلاء لكن عجبني جدا التعليق بتاعه على الشهدين دول بيقول كده أكتر صورتين ما حيرنني في كل الصور اللي شفتها في حياتي اتنين حيدبحوا بإيد الهمج البربر وواحد منهم بيتأمل والتاني بيتمتم ويترنم بشكرك لكن حضرتك وكل الحيرانين لسبب السلام اللي شفناه بصلي إنه يكون لكل واحد منكم هذا السلام أيضا الاتنين دول كانوا في سلام لإنهما كانوا عارفين هما راحين فين وحيكونوا مع مين وكانوا وثقين في سلام الله اللي دعاهم أبناء إنه ما فيش حاجة أحسن من كده هيكونوا عايزينها إنهما يكونوا مع المسيح وذلك أفضل جدا وده اللي مش موجود في أي ديانة تانية ما حدش عارفه وراح فين لكن إحنا عارفين إنه من آمن بالمسيح خلص وحيكون مع المسيح هسيب الفكرة دي ليكم تفكروا فيها وتتأملوا اللي يحب يسألنا أو يبعد سؤال في الموضوع ده أرقام البرنامج موجودة وبنرحب بكل أسئلتكم ظهر في الأيام الماضية قصة لفتاة في سنة تالتة كلية طب أسنان على ما أعطاكم اسمها مايا عبدالله مايا عبدالله هتكلم فيها في موضوعها سريعا لأنه موضوع مهم ومرتبط بالفكر اللي عند الناس عن المرأة المسلمة وإزاي حياتها لازم تكون اللي بيفرض عليها أشياء هي لا تقبلها ومش عايزة تعيشها اللي يقولوا لك انت لازم تبقي زي الصحابيات الفلانيات وكده تيجي تطبق ده على حياتها تلاقي لا يليق ولا يصح وليس له أي أصل يوديه أي حتة يعني فخلينا نقول كده إيه قصة مايا عبدالله مايا عبدالله بنت كانت واضح إن التويتا اللي عملتها كانت بترد على شخص فبتقول كده حد بيقول أنت مؤمنة أو مش مؤمنة فقالت أنا مؤمنة بالله والحمد لله بس مش مؤمنة بمحمد وإذا كان محمد هو اللي حيدخلني جنة الدعارة والخمر فأنا مش عايزة أدخلها أنا كبنت أتكسف أدخل جنتكم أصلا وبالنسبة للحجاب أنا لابسها علشان المجتمع المتخلف أكبرني ألبسه عندها حق واحدة عندها إيمان إن الله موجود وعندها إيمان إن الله عايزة يبقى الله في حياتها لكن عندما تنظر إلى مثل محمد وصحابته وأتباعه إلى اليوم كل اللي بيتكلموا فيه هنروح الجنة عشان يبقى عندنا أنهار من الخمر اللي اتمنعتوا منها على الأرض هتروحوا تعملوه هناك هيبقى عندنا الولدان المخلدون اللي اتمنعتوا منه على الأرض هتروحوا تعملوه هناك يعني الجنس اللي لا يعني ما عندوش مفيش بريك في النص والكلام على الأعضاء التناسلية اللي بتكبر واللي بتصغر وإيه إيه ده إيه ده أي واحدة ست لما تيجي تتكلم في الحاجات دي قدامها تقولك أنت بتعيش عارف حاجة عن ستات أصلا أنت بتفكر بزهن ذكر كل حياته في التفكير في الجنس البنت عندها حق قالتها بصراحة والشباب النهاردة عندهم القدرة والقوة أن هما يقولوا إحنا مش وافقين على الكلام الهبل اللي انتوا بتقولوا ده بيقولوا مش هتقدروا تسكتوهم في بدل مائي 500 ألف مائي هتقول نفس الكلام اللي بنقوله وإحنا قاعدين لوحدنا وإما كنا مسلمين بقى نقول بس هو يعني الجنة هيبقى فيها كده بجد يعني معقول يعني طب إحنا هنعمل إيه لما حر العين دول وهكذا يعني كلنا كنا بنتكلم على الكلام ده ومحناش فاهمينه على قدر ما ما كنا فاهمين يعني في الوقت ده فمية اعترضت فحصل عليها هجوم شعبي وهجوم بقى من الجامعة نفسها وقررت الجامعة إنها تعمل تحقيق مع مائي ليه؟ ليه التحقيق مع مائي؟ لإنها خرجت عن المعلوم من ثوابة الدين أو ما هو ثابت من الدين بالضرورة وكلمت على محمد يعني عملت حاجة كبيرة بس الخلط بقى في إنه كل مؤسسة في أي دولة إسلامية مش مصر بس على طول هتكون متدخلة فيما يخص الدين حط واحد في الكويت مثلا وقال كلمتين زي كده هتقوم كل المجالات اللي هو بيشتغل فيها أو اللي هو يعني مندامج فيها في المجتمع هتقف قصاده هتنتقده برضه فالنهاردة البنت دي الهجوم الشعبي اللي حصل عليها ناس بقى عملولها حطوا كل عيلتها لينكات للفيسبوك بتاعتهم مثلا وعناوينهم وتليفوناتهم ومش عارف ايه فضحوها ومش بس هي لا العيلة كلها ايه السواد والانتقام ده من أجل راجل انتو لا عمركو شفتوه ولا عارفين حتى ان هو نبي ولا مش نبي انتو تقلوكو كده واستلمتوه خلاص تطبيق الحاجات اللي هو قالوكو تعملوها في حياتكم لا ينتج إلا فساد الاسلام لا يعطي المسلمين حاجة يصلحوا بيها حياتهم ولكن ينتج عنها باقي الفساد ده الغل ده الغضب ده اضطهاد فتاة قالت رأيها هل هي على حق اه هي على حق طبعا طبعا وكل ستات المسلمين عارفين كده بس عارفين برضو احنا ايه يعني واحنا بنتبرمج على الفكر الاسلامي الاسلام زي ما قلتلكو في حلقات كتير بيخلي الصح غلط والغلط صح ويفتح ابواب لانك تبقى لأ ممكن تقبل الفكر دي من ده ربنا قالها يعني عامل ايه ما هو مش ربنا اللي خلى محمد يشتهي مرات ابنه واحدة هي رفضة انه محمد يشتهي ومرات ابنه رفضة انها تكون في جنة كلها ستات وجنس يعني الكلام اللي احنا بنحمي فيه منه وبناتنا ونعلمهم انه مش هو ده اللي لازم تعيشوه في حياتكو وانه ده غلط وحرام وحلال وعيب والمجتمع والناس يطلعوا في الجنة يلاقوا انه هو ده كل الكلام رمضان قربهو هتشوفه كل الكلام على ده في الاستاذ احمد علام كتب يعني تعليق على الفيسبوك حلو جدا وكان بيقول كده بيقول كده الآن اقاموا الدنيا ولم يقعدوها وتحولت طالب الطد الاقتب الاسنان للتحقيق الجامعي وقد يتم فصلها ثم وصمها لانها كتبت ما فكرت فيه وتسألت هالوصف الجنة كما يصفها السلفيون وحكاوي حر العين واعدادهم لكل وعدادهن لكل رجل والتغرير بالشباب الفقير من الجماعات الارهابية باغراءهم بالحر العين وكل ده حتى يفجروا انفسهم فهو يعني كتب مقالك وايسة خالص وبيقول انه يعني ده الفكر السلفي لا مش ده الفكر السلفي هو ده الفكر العام كلهم عارفين انه هو ده هي دي صورة الجنة الحقيقية يطلع بقى خالد الجندي يقول لك لا او ما لقاش وكده كلوه كل الشيخ كلوه في شيخ شيعي يعني تقدروا تشوفوا على الانترنت ممكن ابقى احطوا على الفيسبوك طلع يقول ايه الكلام اللي بيقوله الرجل الشيخ الجندي ده وغيره ليه يقولك انه ما فيش حرعين وما فيش جنس في الجنة ده لو ما فيش جنس في الجنة انا ما اشتريش الجنة دي بفلس قال كده صراحة مش بيهزر هو بينتقد اللي بيقوله الشيخ التاني عشان هو متأكد هو رايح الجنة عشان كده العقول لازم تنضف في تعليق على الاستاذ احمد علام واحدة ست لما سمعت القصة يعني بتاعت ماي بتقول ايه ده هو مكتوب كده فعلا لكل من يندهش انه مكتوب كده فعلا انا بشجعك انك تقرأ ما تمشيش من ساق او من ساقة او مصاقة مكان ورا فكر انت مش عارفاه او انت مش عارفه بتقول امين على ايه يعني لو تقدروا تروح وتحضروا حلقة ما تقولش امين لانه احنا بنقول امين على حاجات احنا مش فهم منها ما قرنهاش انا ما مضتش على اللي سلمهولي ده انا ما مضتش باشكر ربنا اني ما مضتش لان ربنا انقذني بصلني انه ربنا ينور العقول ويفتح ازهانكم البنت دي دلوقتي هتحاكم بتهمة اصدراء الاديان اولا البنت اختفت انا يعني الفيسبوك بتاعها مقفول دلوقتي انا او انا على الاقل حقولت افتحه ومعرفتش افتحه ممكن تكون عملاته خاص لكن لحد مبارح ما شفتش اي حاجة بتقول ايه نتيجة التحقيق اللي بتعمل معاه ما شفتش حاجة بس بس حنشوف ايه اللي هيحصل بقى لانه اتكلمت على محمد لانها واحدة ست كمان ولانها واحدة ست كل المجالات مفتوحة الا لو كان لها ظهر بقى لكن من الواضح انه يعني خدوها كعب داير يعني اوكي دا يقودنا بقى ليه الخبر اللي يعني دحكنا جدا وهو الخبر عن مبروك عطية مفاجئة العام بقى شوف بقى السلايد دا فالاستاذ مبروك عطية اللي قال لنا بلا السيد المسيح بلا السيد المريخ هيدفع غرامة حكمت علي المحكمة بغرامة الف جنيه يا بلاش يا بلاش مبروك عطية يا سداري المسيح السيد المسيح اللي هو انتو بتقول احنا بنحب المسيح وانت مش عارف يعني ايه مسيح اصلا يعني من المدهش بالنسبالي انو المسلمين يقولك احنا بنحب السيد المسيح عيسى ويقولو علي سيد المسيح و simplified عن يعني ايه المسيح ولا شغلته ايه اصلا يعني يعني ايه همية انو يقال عنه المسيح لكن توسمينه كده ورفضينه نقطة جانباي بس بدى يعاني شوية وانو يقول عنه بلا السيد المسيح بلا السيد المريخ اللي انتوا عارفين انه احنا كمسيحيين ومسيحيين العالم كله بيقولوا انه هو الله الظاهر في الجسد وانه ده مركز ايماننا ومركز خلاصنا ومركز حياتنا وانه بسببه احنا المسيحيين اللي موجودين في وسط العالم الاسلامي كله بنمثل المحبة والسلام والرجاء ومحبة الاعداء وبنحتملكه لما بتخرجه عن المألوف وبتشتمونه والكلام ده كل ده تدفعه 1000 جنيه يابا لاش الناس بيقولوا ان 1000 جنيه دي بقت 30 دولار دلوقتي يعني يعني ما تتغداش بيهم ما تتغداش بيهم فطبعا ده مش اول واحد ولا اخر واحد ده انتو يعني شيوخ المسلمين واخدين المسيحيين والايمان المسيحي كده يعني سدح مدح كده ما افتح لكو تعودوا تهزقوا وتقولوا اي كلام بصوا المسيحيين بيغفروا وما بيهتموش انكوا تقولوا كلام شرير لانه الحقيقة القلم انتو اللي بتغلطوا في نفسوكو بتأذوا نفسوكو لانكم مش فاتحين قلبكو تعرفوا محبة الله فاحنا مش بنحمي ربنا واحنا مش بندافع عن ربنا هو اللي بيدافع عننا فانت تقابل غضب الله مش احنا اللي هنغضب عليك فيعني خلينا ناخد مثل تاني طب ده اخد الف دولار انا مش عارفة عبدالله روشدي بقى ممكن يدفع كام او يعمله في ايه هل حد واخد باله وشفته الترند الجديد بتاعه بقى حطت نظارات فوق وكده الراجل بقى يعني دلوقتي مش متجوز فقا يعني شايف نفسه شوية متزوق شوية اكتر واحدة بتكلمه فرد عليها الهك المقتول بتكلم عن مين بتكلم عن سيد المسيح في اسمي يا سوع انا بصلي ان اللي انت بتتكلم عنه ده يزورك ويخلصك ويعرفك محبته الحقيقة انا بس بصلي من اجله فعلا يعني بس ادي واحدة هو اشمعنا اشمعنا ليه نمشي ورى ميا عبدالله واسلام البحيري وكل وفاطمة نعوت وينو ادي قالت بس بلاش الدبح حكم وسجن ومش عارف ايه وليه اصلا قانون اصدراع الاديان ده مش مش اللي عليكم ليه او علينا احنا يعني الحقيقة شوفوا الصلايدة اللي بعد كده عجبتني الصورة دي اسمه ايه ده الشيخ مبروك بيقوله تستجري انت تقول عليه السيد المريخ قال له لا حاسب عندك انا انا بقول عليه الا المقتول والتاني بقى رد انا المسحين كلهم كفار ولا مش عارف ايه دي انا فاسدة فيه سباق مش ده اصدراع اديان ولا ايه ما حد يقوم يشوف لينا عبدالله رشدي ده دفعوه 1000 دولار ولا 1000 جنيه بس بس نشوف انه خد حكم انه اصداره لا احنا نزداري بقى مين اللي بيزداره هم بقى المسيحيين ولا العلمانيين ولا الناس اللي انتو مش موافقين عليهم الاستاذ مجدي خليل كان حاطت الصورة دي وحاطت تويتر الحقيقة يعني مرتبطة بالصورة عجبتني جدا نشوف التويتر للاستاذ مجدي بيقول كده انه 2016 تم الحكم على اربع اطفال اقباط بتهمة السخرية من الاسلام بسبب فيديو 30 ثانية كانوا بيتكلموا على داعش وفين جرجس اللي اتحكم عليه بالحبس الخمس سنوات لانه صديقه المسلم وجد مش عارف ايف تريفونه وحنا اتكلمنا في القضايا دي كلها وكام 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 كام حكاية اتكلمنا عليها شكرا انه استاذ مجدي لانه بيتابع الحاجات دي ولازم تسمعوا الحقيقة لكن اسمه ايه ده مبروك عاطية ده حاجة ببلاش كده 30 دولار يعني الحقيقة حاجة مزعجة ويجب ان احنا نتوقف لو كنا دولة قانون ولو كنا يعني عايزين يبقى عندنا ميزان عدل في البلد يتشيلوا قانون اصدراع الاديان ده ويبقى اللي ماشي عليكم ماشي علينا يا اما يعني حكموا الكل بقى حكموا الكل بنصلي ان مي في اسم يسوع رب يحميك يا بنتي والرب يزورك ويعطيك معونة في اسم يسوع وانه كل الكتاب بيقول كده انه كل آلة صورت ضدك لا تنجح فانا بصلي صلاتي دي ليكي انتي بالذات يا مي كل آلة صورت ضدك للحرب لا تنجح او لازيتك لا تنجح في اسم يسوع والرب يتقابل معاك وينقذك من الافكار اللي لا تأتي بثمر دي نتكلم بقى في موضوع حلقة النهاردة ايه موضوع الصحابيات دي وليه انا اتكلمت في موضوع الصحابيات الجليلات اللي هما يعني نساء الامس المفروض في الاسلام والنهاردة اثرهم ايه على حياتنا حصل انه الايام اللي فاتت ظهر تويتا كده لعبدالله رشدي وبيقول فيها انه نشوف التويتا بيتكلم عن بمناسبة في اليوم العالمي للمرأة قبل ما كمل التويتا بس عشان عايزة اقول انه احنا في فبراير واليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارس وانا مش عارفة يعني حضرتك بتسبق مثلا ولا ايه مش عارفة فانا يعني انا فاكرة انه في يوم نسي في سنة من السنين نسي اليوم العالمي للمرأة وراح طالع عمل لنا فيديو يقولك كل سنة وانتو طيبين ونزل هبد واشتيمة في المرأة اتكلم عن يعني حاجات تشين المرأة مش مش تكرمها فبالنسبة بقى لليوم العالمي للمرأة المرأة دي بيقول كده نتذكر يعني بيحب الشعر بتاعه كده نتذكر اعظم النساء امهات المؤمنين والصحابيات الجليلات التي تركنا لنا الصورة الصحيحة للنموذج الذي ينبغي ان تحتديه النساء اليوم فالصورة النساء اعظم نساء امهات المؤمنين اللي تركوا لينا صورة للنموذج الحقيقي بس عايزة اقول ان التويتر دي بتتكلم عن اجيال من الرجال المثل الاعلى في حياتهم ستات كانوا مقموعين مهزمين يهددوا بالنار ليل ونهار يضربوا كما تضرب الحمير يعني تنتهك اجسادهم وعقلهم وحرياتهم منذ بدء الاسلام والامثلة اللي تركوها وخاصة بقى لما يقولك امهات المؤمنين ما كانش فيه زوجة لمحمد الا وكان في حياتها كارثة فالمثل اللي يحتزى بيه عيشة اللي تجوزها وهي عندها تسع سنين وجعل منها قاتلة في الاخر من طفلة بريئة الى واحدة تسببت في انقسام المسلمين وموت الالاف منهم يعني واخلاقياتها بقى مع الناس اللي هم برضو امهات المؤمنين في هذا الوقت وهي تتريع على الستة الكبيرة وتغير من مش عارف مين وتكسر الاكل ولا تكسر الطبق بالاكل اللي فيه هم مشتقين يأكلوا المفروض يعني كل الكذب ده علشان غارت فايضحك بقى ويقول لهم غارت هو ده المثل حددتوا الستات في التفاهة دي وعايزنا نرجع نبقى زي امهات المؤمنين فيعني خلينا نفكر كده ايه الامثلة اللي ربطت فكر هذا الرجل مش عبدالله رجدي عموما بس لكن رجال المسلمين عموما هو دي بقى ايه الاطار اللي عايزين يشوفوا فيه الستات واحدة عايشة لرجل بيطوف عليها وعلى الستات اللي عايش معهم كلهم وده عادي مش هقولها يعني يعني الواحد الواحد بيكسف يقول حاجات مؤرفة كده فده المثل هنتكلم بالتفصيل اكتر على امهات المؤمنين دول ويقولك ان الصحابيات الجليلات التي تركنا انها الصورة الصحيحة للنموذج الذي ينبغي ان تحتزين نساء زي الست اللي راح اكله وتشتكي العيشة من الضرب والشها مزرق ولا مخدر او نساء المهاجرين والانصار اللي باتوا يضربوا طول الليل ومحمد سمع سرخهم هم دول المثل الناس اللي عاشوا هذا القلم انا لقوا دين هؤلاء لكن بشوف الشر اللي عملوا الشيطان من خلال الاسلام في حياة الستات دول لما تشوف خديجة قبل محمد وخديجة بعد محمد انتهت خديجة بعد محمد انتهت وهنتكلم في ده اكي فبيقول بقى ايه ايه هم النموذج اللي تحتزين نساء اليوم من القيام بحقوق الله ادي بقى ادي ايه اللي جاي وهقوق الزوج ورعاية الاسرة والتعلم النافع والاحتجاب الكامل هذه النمازج هي التي ينبغي ان تبرز وتظهر هتظهر ازاي دول بقى اللي انت عايز ترجع تحطهم في البيوت وما يتكلموش وما يخرجوش وما يروحوش وكل الكلام واحد بقى رد عليه نشوف السلايد اللي بعد كده واحد رد عليه وقال له انا عندي امي وزوجتي افضل الف مرة بل مليون مرة من امرأة لا اعلم عنها شيء سواء كتابات القصصين كان الاقدر بيك انك تحتفي بامك وزوجتك وبنتك ده كلام واحد عائل لانه بالفعل كل الاختراعات اللي عملين يقولوها على امهات المؤمنين والصحبيات الجليلات والكلام ده كله هي لوي للحقائق ويقولك احتزي بدي انا هوريكم النهاردة مثالين تلاتة ونشوف تقدر النهاردة تحتزي بدي ولا تبقى مجنون او مجنونة لو احتزيت بدي فانتو بتحتزوا بمحمد اللي كان يقمع النساء وياخد حقوقهم ويلغي شخصياتهم ويرجع يقول انا السنة كرمتهم وهو بيقولهم اكتركم في النار اكتر النار مليانة بالستات يعني نقصات العقل والدين وبعدين يزنقوا اصني يعني نقصان العقل ونقصان فييجي المجتمع كله للاربعتاشر الاربعتاشر قرن القادمين يفضل يقول على المرأة نقصة ومش لقية وما تنفعش وشهادتها وميراثها ونفضل بقى ايه نجادل في تحس انه الست عمالة بس تحاول تقب بس على وش الماء تاخد نفس بس عايزنا نحتزي بدول ليه يعني وبعدين يرد عليه هؤلاء الفضلات خير من نساءنا اليوم جميعا نساء نبيك اعظم النساء يعني شوف البجاحة اولا انت يعني حتى كان ممكن الرد لو لو الانسان ما هوش عنده عمى روحي ده يعني اله هذا العالم اعمى اذهنهم فعلا مش بتكلم على شخصه فقط انا بتكلم على الناس اللي بتفكر بهذا الاسلوب هو عنده هدف رجع الستات للجحر لازم يرجعوا تاني يضغطوا يعملوا وتبقوا واللي ما تبقاش يعني يعني يعطلهم مين مساء اعلى من زوجات النبي ما انت حطيت ده ده يعني القامة اللي انت بتصبوا لها فطول ما حتصبوا لقامة مش قادرة تقف على حلها مجتمعك لا يمكن حينمو وستاتك لا يمكن هيتعلموا يبقوا نساء سويات لان المتكلم هنا رجال غير اسوياء شوه هقلهم الاسلام فبدل ما يقولوا مثلا طبعا انا احترم امي واختي وبنتي وانا بشكر ربنا عليهم ولكن يعني لهؤلاء الستات فضل مثلا لكن الكبرياء وفرد الفكر والوصاية على افكار وعقول الناس نشكر ربنا انه معظم الردود على التويتا دي كانت ردود سلبية جدا في اتجاه لانه ايه الفكر اللي انت بتقدمه لنا مين النهارده يعرف تفاصيل عن حياة امهات المؤمنين اللي انت بتتكلم عنهم دول قبل ما احنا نقدم كل تفاصيل حياتهم ما كنتوش تعرفوا عنهم حاجة يعني انا انا فاكرة انا وفرحة ومارينة عملنا حلقة عن الخنقات في بيت محمد كانوا بيرموا بعض بيرموا بعض بالطوب دور خير النساء العالمين باي باي دليل عايز تقنعنا انه كان في خير في نساء كانوا بيعانوا من الغيرة ومن المعاملة السيئة ومن الحياء اللي خلاتهم يبقوا على طول في صراع مع بعض ويتقال عليهم اخوات بعض يعني حاجة يعني شيء محير جدا انه يبقوا دول هما المثل خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده الفيديو اللي جاي الشيخ الخميسي بيتكلم عن مين هما يعني زوجات النبي اللي هما افضل النساء وليه هما افضل النساء فهنشوف ثلاث مقاطع نفهم ايه موضوع انه محمد قال انه الستات دول هما افضل للنساء على الاطلاق خلينا نشوف وقال اهل العلمي ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة هن افضل الصحابيات وان فاطمة وخديجة وعائشة افضلهن على الاطلاق والخلاف اي الثلاث افضل يعني هذا الخلاف الذي وقع بينهن من افضل خديجة او فاطمة او عائشة هذا الذي وقع فيه الخلاف وإلا هم متفقون على ان فاطمة افضل الصحابيات افضل النساء على الاطلاق خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله وتبارك وتعالى عنهن افضل النساء على الاطلاق ايف اللي احنا تعلمناه عن حياة هؤلاء يخليني انظر ليهم وقول ان دول كانوا افضل للنساء على الاطلاق انا كنت فهمة لان هم اتجوزوا محمد فيبقوا دول ستات كويسين عشان كده احنا بنقول عليهم امهات المؤمنين لكن لم يعني لم افكر وانا باكبر كده كبنت مسلمة ما كنتش بفكر ايه يعني اللي عملوه يعني ايه اثرهم على حياة المؤمنين ده على فكرة يعني قليل منهم جدا اللي اتكلم عن حاجة مثلا نتعلمها من محمد اللي عايشة لان هي اللي كانت واخدة المجال عشان هي الدلوعة وهي اللي هو بيحبها واللي بينفس لها كل حاجة فبقت هي كمان الناس صغيرة لما امامات امامات هو كان عندها 18 سنة فكانت علشان تلتقي بالرجال بقى فكانت بتعمل احاديث وتخلي اخوات اخواتها ولا اريبها يرضعوا الرجال علشان تتقابل معاهم ويبقى حلال نرجع تاني بقى الاحاديث رضاعي الكبير علشان ازاي يلتقوا بقى بيها والاحاديث اللي بتكلم فيها انها كانت بتوريهم الغسل يبقى ازاي يعني ازاي ازاي تكون ده المقياس في حياتي لان دول افضل ستات خلقهم ربنا على اي اساس الناس يحصل بينهم تفضيل في مثلا انا عملت حاجة انتجت للعالم حاجة عملت حاجة تغير مصار الانسانية او مثلا من الناحية الروحية انسان عنده اتصال بالله وفهم من العلاقة مع الله مثلا كتب لنا كتب عن الكتاب المقدس عن العلاقة بالله عن الصلاة يعني يخلي يبقى ليك ميزة في حاجة نفعة روحيا او حاجة نفعة ارديا في العالم للبشرية يعني حطيلي واحدة مثلا زي عيشة ولا خديجة مع دكتورة اخترعت مصل كذا افضل مين واحدة انقذت ملايين الناس ولا افضل دي ايه ميزة دي على دي ايه معيارك في التفديل بيقولولي التقوى طب اين التقوى في حياة امرأة بعد موت جزها يعني في حياته وعلى عين على عينك يا تاجر كان فيه احاديث بتتكلم عن تلموسات مش مع عمر وغضبها وخناءاتها والكلام ده كله وهي بعد موته كل الجرائم اللي عملتها ضد الانسانية حتى من غضبها على الناس اللي حواليها علي وعثمان وكده سببت قتل عثمان اللي بقى يعني احد المبشرين بالجنة وعلي يعني وريني كده يعني شوية كده نفهم ايه تفضيل يعني وجه التفضيل اتبع دول ليه امشي وراء دول ليه مش فاهمة خديجة قبل ما تتجوز محمد وقبل ما يطلع بفكرة الاسلام هي طبعا خديجة السبب في ان هو قرر ان يتجي هذا الاتجاه وهي كانت بتشجعه على ده دي اكبر ازيل البشرية جات من خديجة فاطمة بقى على اي اساس انت بتقول انها شخصية نقدر نقول انها افضل نساء عملت ايه فاطمة للانسانية عشان تبقى افضل للنساء نعرف قد ايه قصص عن حياة فاطمة بس هو قرر يقول كده او حد قرر يخترع كده كما هي العادة في كل القصص والاقاسيس اللي بنسمعها عن الاسلام هي قصة انت تعرف انباح ايه بالطبع لا مش حكيم روحاني حضرتك ولازم تبقى حكيم روحاني علشان تقدر تفهم الغاز اللي بتتقل الاندي خلينا نشوف الفيديو اللي بعد وقدمت فاطمة رضي الله عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لها الا ترضين ان تكون سيدة نساء المؤمنين او قال لها سيدة نساء هذه الامة الرجل الامان المخارف صحيح وقدمت خديجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة متفق عليه وقال عن عائشة رضي الله عنها فضل عائشة على النساء كفضل الثريدي على ثائر الطعام الرجالة لما يشبهوا الستات بحاجة التاكل زي الكلام ده كله بيبقى فيها على طول إحاءات جنسية و يعني حتى تشبيه ليها كل إحاءات جنسية لأن علاقته بيها ارتباطه بيها كله جنسي وشهواني وهي بقت من الأمثلة للحديث الجنسية الموجودة في الإسلام عموما معظمها طلع منها هي طلعت تفاصيل التفاصيل فدي نفضلها ازاي نقول عليها ليه كده مش فهمها اما بقى فاطمة فيقولك إنها سيدة نساء هذه الأمة علاقة محمد بفاطمة لو نرجع للحلقات القديمة هتلاقوا إنه علاقة محمد بفاطمة كان فيها نوع من الشزوز للأسف للأسف أسفة الحديث بتقول كده إنه كان بيحط رأسه على صدرها وإنه يعني فيه كلام مش مش لطيف مش لطيف مش إحنا اللي كاتبين وده موجود في الكتب الإسلامية اللي عايز المراجع يبقى يبقى ف إيه وجه التفضيل خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده وأما تفضيل عموم أمهات المؤمنين ففي قول الله تبارك وتعالى عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تيبات وأبكارة قال أهل العلم كونه لم يبدله دل هذا على أنه لا يوجد من هي خير منهن رضي الله تبارك وتعالى عنهن وأرضاهن شوف هما ما تلاقيش حاجة تقولها فتقوم تخترع حاجة فهو بيقولك هنا إنه إنه لما حصل اعتراضهم على محمد وحرنوا عليه فرح نزل الآية بقى إذا ما تعدلتوش ده تحذير إذا ما تعدلتوش عارفين في مصر يقولوا كده أنا أخذ سيد سيدك أو أنا أخذ ست ستك حاجة زي كده فالقرآن هنا بيقول لهم إنه لو ما تعدلتوش هجيب له ست ستك يعني فيه أحسن منك لأ هو بيقولك وبما إنه ما جبلوش أحسن منهم يبقى ما فيش أحسن منهم لأ ده مش الدليل خالص هو خلاهم لأنه محمد كان عايزهم وهو محمد اللي بيتكلم ومحمد اللي خلاه هيطلق دول كلهم وفيهم عيشة لا ده بس تهديد بس بقى إيه الدليل من الآية نفسها إنه فيه أحسن منهم مسلمات قانطات عبدات يقولك إيه سائحات طيبات حبيبات فيه ده الآية دي بتقول إنه هذا الإله بيقولهم إنه فيه ستات أحسن منكم بكل المقاييس دي عايز عايز النساء اليوم يبقوا بالشكل ده يتعاملوا بهذا الشكل مفيش ستات النهار ده الست اللي فاتح بيت والست اللي ماسكى شغل والست اللي بتقود جيش والست اللي بتقود دولة وكل دول عايزة بيبقوا شبه دول مهزومات أمراضهم الإسلام على أي أساس بتدعو نساء اليوم إنه هم يعيشوا تحت ظل هذا الفكر أنا جبتلكم في الفيديوهات اللي جاية دي هنشوف فيها قصة واحدة صحابية اسمها الرميساء بنت ملحان هنسمع بس جزء من قصتها على لسان شيخ أنا قطعت منه أجزاء صغيرة جدا فيها حاجات مهمة جدا وفيها مثل على النهاردة الستات عايشينه مع أزواجهم الزوج بيبقى عايز الستة تبقى خالصة كده يعني مش عارف أقول إيه للاستخدام الجسدي الجنسي ليه في كل وقت على طول حتى في أكتر الأوقات المؤلمة في حياتهم خلينا نشوف الفيديو الأولادي مهمة الرميساء بنتم الحان الأنصارية وهي امرأة من نساء الجنة وإليكم أيها أحبة قصة من أعجب القصص وأندر الحوادث أو يمكن لامرأة أن تبلغ هذا القدر من العقل والحكمة إن هذا لأمر عجب عجب هذا القصة يرويها ابنها أنس ابن مالك رضي الله عنه فيقول كان ابن لأبي طلحة يشتكي فصار أبوه أبو طلحة بعد مرض ابنه قلقا مضطربا منشغلا به لم يعد مواقف ومواقف وأسرار وردت في البخاري ومسلم عن هذه الصحابية واختار منهم القصة دي بس فنسمع اللي بعد كده علشان تندهشوا معايا زي ما أنا كده اندهشت لإيه القصة اللي هو اختارها مغزاها إيه ويقولك يعني وهو بيقدمها حتى يقولك معقولة واحدة ست عقلها يوصل لده تفهم ده يعني تبقى بتفكر معقولة طبعا لما يكون الإسلام قال إن الست قاسرة في كل شيء فلازم نندهش بقى الرجال على طول في حالة انبهار لو الست بتعرف تفكر ولا ترد شوف الفيديو اللي بعد كيف ومعهول مصيبتها إلا أنها كانت تفكر أيضا في أثر هذا الخبر على زوجها كيف سيتحمل تلك الصدمة القاسية فقالت الرميصاع لأبنائها وأهلها لا تحدث أبا طلحة بابنه قامت فغسلت الصبي وكفنته وسجته ثم غطته وكأنه نائم ثم تزينت هي وتعترت وانتظرت قلوم زوجها أبي طلحة ما يقول عنه هذا الرجل الحكمة هو لوي للطبيعة الإنسانية وللصح والغلط والعيب والمؤلم إن الستة دي قامت بقى وراحت متزوقة ومش عارف إيه ومتعترة وقاعدة الجزها علشان إيه أما يجي جزها ما يتخضش فأنا فهمت بس أنه ما يجي جزها ما يتخضش وتكلم معه بهدوء وتقوله لا بقى شوفوا لا هيحصل لي شوف الفيديو اللي بعد رجع أبو طلحة البيت فتعجب لما رأى زوجته الرميصاء متطيبة متزينة سألها ما فعل ابني فقالت الرميصاء هو أسكن ما يكون كيف استطاعت هذه الصحابية أن تكتم شعور الحزن والأسى على فقد ابنها بل وظهرت الزينة وحسن الاستقبال لزوجها مراعاة لشعور زوجها فقر الست دي المفروض بأنها تزينت ومش عارف إيه وأكلت وشربت ومش عارف إيه يقولك أنه حتى أنه أصاب منها يعني جمعها تخيلوا أنه واحدة ابنها مات طبعا القصة دي أنا يعني في رأيي أنها مش حقيقية لكن ممكن تكون حصلت من الرعب اللي فيه الستات دول واضح أنها كانت بتخاف منه وواضح أنها يعني مخاها اتشكل على فكرة بتفكرني بياسمين عز يعني ياسمين عز خدت من الرميصاء بنت ملحان دي لو كانت القصة إيه قالت زوقتله وتعطرتله بعد ما غسلت ابنها ده فصل في إنسانية الستة على فكرة بين مشاعرها والواجب أنها تهتم بجوزها أولا وإنه لو حتى يعني مش هتوفي حق ولو مش عارفة لحزت إيه وعملت إيه وإيه الكلام المزعج ده هو ده اللي انتوا بتطبعوا به أفكار النساء علشان تبرمجوهم إنهم أدوات للجنس واحدة ابنها لسه ميت تقوم تجامع جوزها في نفس الليلة ويبقى ده الله وينسقف لها يعني من عظم النساء وحن دخلها القنب بها كمان شوف الفيديو الأخير فقالت رميصاء وهي تغالب دموعها وكذلك ابننا يا أبا طلح أعطاني الله تعالى إياه عارية وقد استرد الله تعالى عاريته خاطبته اختاب العقل وهي صاب إلى محتسبة وإلا فإن الأم كالأب ينالها من الحزن على ولدها مثل ما ينال الأب بل وربما أكثر لضعفها ورقتها وغلبة عاطفتها ثم انطلق أبو طلح حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما كان فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعرستم الليلة أي حصل بينكما جماع فقال أبو طلح نعم فقال النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في غابر ليلتكما لا يعني بصوا الحقيقة أنه القصة دي من كتر ما هي قلمتني وأزعجتني أنا يعني كل ما سمعها وأنا بعمل كل ما سمعها تنرفز أكتر أولا بعد ما قال عليها في الأول إنها شوفوا بقى العقل والحكمة وإزاي وحدة الست بقى عندها العقل والحكمة دي يروح بعد كده يقول يعني المفروض إنه الست مشعرها ضعيفة ومش عارف إيه بزمتك مين اللي مشعره ضعيفة هنا الست ولا الراجل لو كان فعلا ده حصل يعني الست اللي كانت بالقوة إنها تحتمل وتعمل كده وتأكله وتطمن عليه وتغديه وتعشيه وترديه كمان في القصة بتقول إنه أبو طالحة خرج من البيت غطبان إنتي زي عملتي حاجة زي كده ده إبني مات ورح رايح لمحمد فمحمد أول حاجة يسأل هالو إيه طب يعني إنت جمعتها اللي لدي فقال له آه فقال له بقى إيه ربنا يبركلكو في البزرة دي ولد مات حياة انتهت هم دول الناس اللي إنتوا عايزيننا نحتزي بيهم بل إنه الحقيقة في الدقيقة لأخير أنا عايز أقول إنه المثل الأكبر في الإسلام اللي يحتزي بيه محمد هو من خرب عقول الرجال والنساء لمصدر يبعدهم عن مصدر الحق والإله الحقيقي اللي خلق الراجل والست إن هم يكونوا على صورته ومثاله من القداسة والعدل والحكمة والمحبة والنقاء والطهارة الكلام ده كله لا ينتمي بالصلة للحياة اللي عاشوها نساء محمد والصحابيات فلأ نساء المسلمين مش هيكونوا زي نساء محمد لكن في اسم يسوع يكون بنات الله المكرمات في عينه في اسم يسوع بشكركم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر